رغم أن المنطقة العربية تعد من أكبر الأسواق استهلاكاً في العالم للدواء إلا أن إمكاناتها لإنتاجه لا تزال هزيلة بالمقارنة بالكميات الضخمة التي تستوردها وبلغت قيمة سوق الأدوية في مجلس التعاون الخليجي 10 مليارات و100 مليون دولار وتصل قيمة الأدوية المستوردة في دول الخليج إلى 9 مليارات ونصف المليار دولار سنوياً بنسبة 90% من الاستهلاك المحلي وبلغ حجم مبيعات سوق الأدوية في العالم قرابة التريليون دولار وتستحوذ الشركات الأمريكية على 30% منه ثم الشركات الأوروبية على 30% أخرى واليابانية على 21% والباقي موزع على بقية دول العالم وتبين الدراسة أن الدول العربية تنتج نحو 11 مليار دولار من أدوية مختلفة أي حوالي 3% من سوق الدواء في العالم والدراسة تؤكد أن أربع دول عربية فقط تقوم بتصدير الدواء هي الأردن ومصر والإمارات ولبنان من بين 14 دولة عربية منتجة بالفعل للدواء وأن صناعته لدى هذه الدول يغلب عليها شكل الشركات الصغيرة حيث حققت جميع الدول العربية عجزاً في ميزانها التجاري الدوائي فيما عاد الأردن التي تحتل المركز الأولى في تصدير الدواء العربي ثم مصر في المركز الثاني ورغم رغبة وزارات الصحة وهيئات الصيدلة العربية في احتواء نسب استيراد الأدوية بمنتجات عربية إلا أن تقنيات الصناعة والمواد الخام وكفاءة المعامل والمصانع تبقى في صالح الشركات الغربية والأجنبية سواء بشكل مباشر باستيراد الدواء أو بشكل غير مباشر بشراء المواد الخام والعلامات التجارية وإعطاء تراخيص لشركات الأدوية الأوروبية والأمريكية للإنتاج على أراض عربية واستطاعت الإمارات مؤخراً أن تحجز لها مقعداً على خريطة العالم الدوائية فعدد المصانع في الإمارات وصل لستة عشر مصنعاً للأدوية ينتج ألف صنف دوائي إضافة لعمل سبع وأربعين شركة وطنية في هذا المجال ويتوقع أن ترتفع مصانع الأدوية في الدولة إلى أربعة وثلاثين مصنعاً هذا العام وبلغ حجم قطاع صناعة الأدوية في دولة الإمارات عام الفين وستة عشر نحو تسعة مليارات وستمائة وعشرة ملايين درهم ومن المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة ثمانية بالمئة ليصل إلى أربعة عشر ملياراً ومائة وعشرة ملايين درهم بحلول عام الفين وواحد وعشرين اشتركوا في القناة